اشتركوا في القناة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله وتمنياتهم لجلالته بموفور الصحة والعافية وللمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق كل الرقي والازدهار جاء ذلك خلال استقبال خادم الحرمين الشريفين في مكتبه بقصر اليمامة بمدينة الرياض اليوم لمعالي الشيخ خالد بن احمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية حيث كلفه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بنقل خالص تحياته الى صاحب الجلالة ملك البلاد المفدة وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وتقديره للعلاقات الاخوية المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين وتمنياته لمملكة البحرين بدوام التقدم والرخاء من جانبه اعرب معالي وزير الخارجية عن اعتزاز مملكة البحرين بعمق علاقات الاخوة التاريخية مع المملكة العربية السعودية الشقيقة والتي تزداد قوة وصلابة يوما بعد يوم بفضل الدعم اللامحدود الذي تحظى به من لدني صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله واخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الاسعود حفظه الله وحرصهما الثابت على التنسيق والتشاور والتفاهم ازاء كفة القضايا بما يجسد علاقات الاخوة المتميزة والتعاون الراسخ بين البلدين ومدى التلاحم بينهما وما يجمعهما من وشائج القربى وروابط الاخاء واكد معالي وزير الخارجية ان مملكة البحرين اختارت ومنذ امد بعيد الوقوفة الى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة لايمانها بوحدة المصير والاهداف بين البلدين ولتقديرها الدائم للمواقف الاخوية للمملكة العربية السعودية وما تطلع به من ادوار تاريخية في دعم الاشقاء والحفاظ على وحدة الامة العربية وتعزيز التضامن بين الدول الاسلامية وما لها من تأثير وثقل كبيرين على الساحتين الاقليمية والدولية تجعلها ركزة اساسية للامن والسلام في المنطقة والعالم باسره وشدد معالي وزير الخارجية على ان مملكة البحرين ستظل داعمة بقوة للدور الريادي الذي تطلع به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين ومتضامنة باستمرار مع الجهود الكبيرة التي تقوم بها والمبادرات التي تحرص على انجازها على مختلف الاصعدة السياسية والاقتصادية والامنية لما لها من اهمية بالغة وتأثيرات حاسمة في تفعيل وتطوير العمل الجماعي المشترك ومكافحة الارهاب بكل صوره واشكاله ودعم الامن الاقليمي والدولي بمختلف اطوره وآلياته وتجاوز التحديات المتنامية التي تواجه المنطقة حفاظا على امن دولها واستقرار وتقدم شعوبها